مساء الخير اتحكم على ايمان حجاج وحسن الغربلي بالاعدام شنقن النهاردة كان النطق بالحكم على اللي قتلوا شايماء جمال القضاء العادل قال كلمته والناس كلها فرحانة السيدة مجدل حشاش والد شايماء جمال اول ما خلصت المحكمة طلعت على طول تزور ابرها بتطمنها ان اللي عملوا فيها كده نالوا جزائهم وطلعت كمان وصرحت وقالت انها عايزة تغير اسم شايماء جمال لاسم والدها يعني عايزة تشيل اسم جمال من تاريخ شايماء جمال خالص اكدت ان المحاميين بيمشوا في الاجراءات دي وقالت كمان ان هي عايزة قضية تبري عايزة تتبرى من ابنها قالت انا بقولها على الهوى انا عايزة ارفع قضية تبري على ابني قالت ابني بيشتمني على النصة احمد رجب محدش بيشتم امه الشيتيما دي كل ده مقابل الفلوس فمن بعد الحكم على ايمان حجاج وحسن الغربلي السيدة مجدل حشاش في كمة السعادة وحق بنتها رجع لها اي نعم بنتها توفت بس اللي عملوا فيها كده نالوا جزاقهم لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الاشتراك في القناة تفيل جرس التنبيهات مع السلامة